هو طبعاً حضرك عارف ان من حوالي شهرين حصل تعاومي للجنيه جنيه كان بـ 30 جنيه 75 أصبح 48 جنيه ايه؟ السلع الوحيدة التي كانت مسعارة في الوقت ده في مصر على اساس الدولار بـ 21 جنيه هو الدواء كل السلع التي حوالينا كان ناسب السعر من 50 لـ 70 جنيه الدولار عشان كله ممكن تلقى دلوقتي بعض السلع على سعرها نزلت لان هو كان جاي بالحاجة بـ 70 جنيه ايه بس ما ينفعش نقول انه الدواء كان متسعر السلع الوحيدة والباقي كان متسعر يبكى اينا بكام على نفس الجهة اه لا 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 هتكلم على القطاع الخاص وما كانش حد بيتكلم تكلم بشكل عام بشكل عام الحاجة الوحيدة التي كانت مسعارة بـ 30 جنيه الدولار هو الدواء اه طب بعدها على طول الدولار بيبكام بـ 48 جنيه طبعاً يبقى مستلزمات او الاستيراد مستلزمات التشغيل والانتاج كلها زادت بالنسبة 60% في التكلفة فطبيعاً الشركات تطلب زيادة في الأسعار لكن المعادلة الصعبة فيه بقى انا عندي ادارة اسمها ادارة تسعيره كاملة اه فمنط بيها توفر الدواء للجمهور ادارة ايه؟ ادارة التسعير اه فيها الدولار المصرية ومنط بيها انها كمان تسهل وتدي الاجراءات والتسهيلات اللازمة القطاع الصناع ان هو يصنع اه فانا عندي حاجة عايز المصنع يكسب اه بس في نفس التويت لازم تراعي بوعد مهم جدا والبعد الاجتماع على المواطن المصري اه ودي طبعا اعرف حضرك في اي سلعة تانية اه سكر او اي حاجة تانية او فكه او خضر زاد ممكن يقول المريض قلل بلاش بتشرب مثلا كم كوبات شايف اليوم مفيش مشكلة اه لكن في الدواء ماينفعش يفوت ارس اه القياس مختلف خالص السلعة الدواء السلعة لا تخضع للعرض والطلب المتعرف عليها في اي حتة في العالم لان هو المريض بياخده مجبر بياخده عشان مريض بالذات في الامراض المزمنة اه فهو دلوقتي الادارة تسعيرها طبعا في نقاش وفي اجتماعات حصلت على على مستوى ان هو ازاي يوفر ويدي تسعيرها عادلة للشركات بدون الاقتراب من المواطن الغير قادر انا عندي زي احسائية بتقول ان عدد الادوية النقصة تصل الى الف نوع تقريبا بتتعلق بمضادات حيوية وادوية سكر وادوية ضغط هل الادوية دي نقصة بالفعل ولا الادوية دي المواطن بيجيبها بطريقة ملتوية هو احنا عندنا في مصر حوال 17 الف صنف ضو مسجل المتداول في الصيدليات واللي الناس بتاخدوا بكسر والانس بتشوفوا بكسر حوال خمس تلاف صنفة وست تلاف صنفة بي مجموعة كاملة اختفت ہے ايوا يعني هل هي اختفت لان معليهاش طلب لا الفني لقا بالعكس دلقه ايه مسل من اعلى المجموعات التي تبيع في المعيش كلها طيب لكن الشركات طبعا مش قادرة تنتك يعني مختفية من قد ايه من بعد ما حصل لازمة على طول اه يعني فعلا تأثير مباشر اه تفورات بتاعت الاملاح ما فيش خالص اه ايه كمان ايه ادوية ضغط وسكر اصل الضغط وسكر دي امراض مزمنة عدم اخذ ادويتها خطر جدا هو مزيتها ان كان فيها بعض المسائل موجودة فممكن تشفت من دول دول يعني بدائل لكن المشكلة المريض المصري ومتعود على دوعة زيادة في الضغط لو متعود على دوعة زيادة ضيامة هو لا مش بس المريض المصري فعلا فيه side effects فيه فيه اعراض جانبية بتجيله من ادوية تانية لا هو مش من ادوية تانية لو بديل في الضغط اقولك اه لان الضغط الطبيب بيعمل يبيد مثلا مجموعة معينة اه لو ما يتزبطش معه فبغيره المجموعة تانية ايه ممكن المجموعة لو نتوصبت مع مريض تاني طيب فبتختلف من المريض المصري والمريض متعود اه يعني مش المصري اه حضرتك المادة الفعالة شوف لو المادة الفعالة واحدة ما فيش مشكلة حضرتك قلت ايه المريض المصري اه متعود انه لو الدواء كده مش موجود ماخدش بديل تاني كأن دي غلطة المريض المصري بس حياتك رجعت قلت لما انا استوضحتك انه لا ده ده الدكتور بيبقى فيه مجموعة معينة ما بتعملش اعراض عند ده برضو الكوليسترول ادوية الكوليسترول كده بص ادوية الكوليسترول طبعا كده وادوية الكوليسترول ممكن فيه نقطة مهمة جدا يعني بشكر حقوق النقطة دي لان الناس في مصر ممكن بتعالج غلط في الكوليسترول جزء كبير جدا وليت الناس لو سمعنا تركز في النقطة دي جزء كبير جدا من السيطرة على الكوليسترول الزيادة في الجسم عند مرضى كتير جدا علاجه في المشي بنبدأ في الطبيب الشاطر بيبدأ بالمشي الاول بموارسة رياضة مع تضبط الأكل وبعا كده ممكن يدي بقى المجروب الستاتينز اللي بتدي لها برضو لها بعض الأثار اللي هي بتقلل ال LDL ده اللي هو كيلسترول الدار بتأثر عضلات وغيره وعضلات ومشاكل ففي بعض الأطباء بيغيروا برضو لا مش بيغير هو بيبدأ أول ما يشوف نسبة الكيلسترول الدار قديه بيبدأ يمشي المريضة عن نظام غذائي معين والرياضة ويكمل بقى بالعلاج وبنسب تركيز معينة لكن للأسف الشديد في مصر يمكن ناس متعودة أعلى تركيز عشان الكيلسترول اللي عند الموضوع مش كده لا لا هو الناس بتاخد من دماغها بقى لا فيه لأ فيه ناس بتذهب على الطبيب في حاجات كتير طبعا زي ما حياتك قلت طبعا تثبيت الأكل أهم حاجة والرياضة والمشي أو نوع من أنواع الرياضة يعني فيه أطباء يعني حتى الجديدة الناس بتركز فيه قوي في الكوليسترول الرياضة والمشي مهم جدا 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 وبعد كده كمان فيه أدوية بتأثر على أنزيمات الكبد كتير ومنها برضو أدوية كوليسترول ما أنا بكامع كوليسترول لسه وإحنا لسه في الكوليسترول وفيه أدوية زي ما حياتك قلت بتأثر على العضلات عضلات عشان كده ممكن يحصل تغيير للدو تغيير للدو أول الطبيب بيقولك أنا أمشيك الأول بالرياضة ونشوف نتيجة بعد الفاتر أيها طبعا عشان لو رشأت في الدواء سعب تبطل لكن رجوع ما بقى للموضوع ناصر ده وسائزهاب إحنا لازم نعترف أنه فيه أزمة عشان تعرف تحيل الأزمة لازم تعترف بالمشكلة لو فيه أزمة والأزمة دلوقتي ما بين هادو المصري وقطاع الصناعة أنه قطاع الصناعة عايز زود الأسعار طبعا لو سبنا الموضوع لقطاع الصناعة بشكل عام لا طبعا مش حيراعي الجانب الاجتماعي برافو عليك فهو لازم فيه سقف ولازم فيه حدود تتحط خاصة عشان خاطر المريض المرضى الضغط السك